عديدة هي المظاهر والسلوكات المخلة بقواعد المرورة التي يرتكبها عدد من أصحاب الدرجات النارية التي يتم استجلابها من الخارج والتي تسببت في الكثير من الأحيان في حوادث مرور قاتلة خاصة في الفترة الأخيرة بالمناطق السياحية ومنها معتمدية جرجيسة ما جعل المكتب الجهوي للوقاية من حوادث طرقات بولاية مدنين يبرمج حملة نوعية للتوعية بمخاطر هذه الدرجات واستعمالاتها الخاطئة بعدما تبعنا أحصائيات شهر جويليا شهر الأول من العطلة الآمنة أنه شهدت ولاية مدنين تقريبا 41 حادث انتج عليهم 11 قتيل واكثر من 54 جريح بما فيهم فما خمسة قتلة من أصحاب الدرجات النارية خصصنا الحملة هذه في مدينة جرجيس باعتبار أن المدينة هذه تشهد عدد كبير في ولاية مدنين أنواع مختلفة من الدرجات النارية واغلبيتها بدون وثائق ومن غير تأمين حملة نوعية شهدها فضاء المنطقة السياحية بجرجيس دعا إلى تنظيمها المكتب المحلي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات لعديد الأطراف الفاعلة في المنطقة للتحسيس بضرورة لبس الخوضة من قبل سائقي هذه الدرجات من خلال جملة من الفقرات بينها عملية بيضة لحادث مرور تسببت فيه دراجة نارية وكانت ضحيته في نفس الوقت تعرف المطويات والنصائح المرورية ولت حاجة عادية خمامنا نقول بورك وابا معناتها نستعمل ومستعملي طريق كما تلاحظوا معنا اللي يركب على جمال لبس كاسك اللي يركب على حصان لبس كاسك اللي على السيارة لبس كاسك اللي على الساقية لبس كاسك اللي على الدرجة نارية مش لبس كاسك باش الناس تحسوا تعرف قيمة الكاسك طاح لي مرة واحد برك من لحظة هاكي معناها تعطرة تراني كيفاش منط على خاطرة كل شيء تأثر عليا لقصة درجة من وقتها قال لي معيش أمي نرمي إيدي على موبيلات ولا بس بأ والله دنيا سخونة لمحالة لكن لازم الخوذة خاطر كل صيف تصير فاجعة في زرزيس بمثل هذه الحملات التوعوية النوعية التي تستهدف المتسببين وضحايا حوادث المرور يمكن تحقيق الهدف للحد من هذه المخاطر التي تسببها خاصة الدراجات النارية في الصائف